اشتركوا في القناة لأنك إذا تصورت كتابا الآن تتسوق للدراسة لأن بعض الناس يبدأ كتاب التوحيدة تقول خلاص تعلمت كتاب التوحيدة الحمد لله شهادة سوء أن يخضر معنا درس واحد يقول ختم كتاب التوحيد خطأ ماذا للا يأتي ختم القرآن مثلا على القول بختم القرآن بدعة وكذا لا يخضر ويأتي ليلة الختم وقول ختمنا القرآن نعم القسم الأول المقدمة تحتوي على باب خمسة القسم الثاني تفسير التوحيد والثالث الأذنة والبراهين على عبادة ما سوى الله والرابع لا لا اسمع سبب كفر بني آدم والخامس تحت حجة من يقول أن الشرك لاقع في الأمة وفي جزيرة عربيين الأعمال الشيطانية أعمال القلوب الأسماء والصفات المناهة اللطنية والخاتم غدا تعيدها بإذن الله أجلس ما لأخذنا ها قم أوقف الأبواب الخمسة الأول نعم باب الوزوب التوحيد وهذا نحن وضعنا ترجمة أو تبويض لهذا الباب لماذا لأن الأبواب تستمع به وهو حذف التبويض حتى يعلق الناس لكتاب والصنع وجوب التوحيد حتى تتشوق فضل التوحيد وتحقيق التوحيد حتى تحقق ومن تحقيق الخوف من ضدي ومن تحقيق الدعوة إليه ثم جاء بباق حتى يشرح لك التوحيد الذي وجب عليك وتشوق إليه ولابد من تحقيق والخوف من ضدي والدعوة إليه نعم أخواننا ماذا أخذنا وين السباب أصحابك وين الأولاد خلين شاركوا أين هم طيب نعم نعم كيف نشرح الكتاب باختصار الآن عندما تقدم رسالة الدكتوراه والماجستير مثلا أو أي بحث من البحوت يقول نابل تضع خطة خطة بحث صح تمشي عليها فعندما الخطة التي سنمشي عليها بإذن الله تعريف تعريفات والتقسيمات وربط الآيات والحديث مع الباب والباب مع الكتاب لا أي شرح اعتمدنا شرح من شرح من لكتاب التوحيد اعتمدنا أي شرح نعم شرح شرح من القول المفيد لما لا لأن هذا الكتاب هو في الحقيقة ليس بتأليق مكتوب لا في الأصل هو التفليق راجع الشيخ واعتنا به وكاد فنحن الآن نقرأ قرار أو ندرس ندرس فهذا الشرح أفضل لنا مفهوم أي نعم شروحات كثيرة على الكتاب التوحيد نصيحة والله وعلا لا تقرأ إلا القول المفيد تقرأ شرح بن عزينة رحمه الله لرسولة ثلاثة للقواعد الأربع لكتاب التوحيد للواسطية سهل العلم يمز معك البلوغ زاد المستقنة انتهت من الشرح بن عزينة رحمه الله ترجع إلى شرح آخر حين استطعت لأنك الآن لو تقرأ شرح بن عزينة رحمه الله تعالى ثم تقرأ مثل شرح الشيخ الفوزان حفظه الله هذا تعريب وهذا تقصيد وتختلف علينا مثل ما ندرس مع بعض الطلاب هلان والآيان الآن فقه المقارن أو يقرأ بداية الطالب لا بداية المشهد لا صاد طيب تدرس بالعلم من طلب العلم زملة ذهب عنه زملة تمام غيره نعم اينا اينا بداية المشهد على الأدلة من كتاب السنة ذكرنا ان تريد تكفر اي متن من المتون لابد تنظر الى عناية العلماء بهذا الكتاب واسهل شيء تستطيع ترد على بعض الناس انه في عندنا بعض الكتب اليوم بعض الكتب يقررها بعض الناس انها تحفظ مثلا نقول هل هذا الكتب موجود منها نصف هل شرحت عليها الخدمة هل توجد في كل بلاد من البلدان صح او لا حتى احفر هذا الكتاب مثل بلوغ المرام صح مثل اربعين النووية مثل كتاب التوحيد مثل العقيدة الواسطية ممكن تأتي في دولة لا تجد فيها نصف من الواسطية صح لكن لا يمكن ان لا تجد انسان لا لا يحفر هذا المنزل أبدا ما يمكن لابد تجد مفهوم اي نعم طيب غيره هاي شخ وانت واقل شخ ذكرنا ان العداوة لو تبحث تجد ان نساب العداوة في شيء واحد وهو التوحيد سبب العداوة سبب العداوة للشيخ الحمد من عبدالله هذا التوحيد عندنا بعض العلماء دخل يوم من الايام على امير من الامراء امير من الامراء من اي دولة ثانية فقال له هذا الامير قال يا فلال يا شيخ احذر من فرقة ظالمة مضلة قال ما هي قال الفرقة الوهابية فقال هذا الشيخ عنده حكمة فقال لهذا الوجود للامير قال هل تعرف تعرف هذه الفرقة قال لا انا سمعت عنها ولهذا احذرت منها قال اسمع الوهابية انا وانت كل من يعلم الناس التوحيد ويحذر من الشرك ويعمل بالتوحيد ويبتعي عن الشرك يقال عنه هذا عرفتا قال جزاك الله خير نعم لا بد يخوانا لا بد نعلم الناس ويحكى ان رجلا في دولة من الدول كان يسب الشيخ حمد بن عبد الوهاب فجاء الانسان يقطع غلاف المكتوب فيه كتاب التوحيد محمد بن عبد الوهاب وقدم هذا الكتاب وقال وقال ما شاء الله هذا كتاب عريض من المؤلم قال محمد بن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب عقيد على سبحانه وتعالي يمد به العافة يا رب كان لديه دورة في السودان اسم الشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيد فعندما كتبوا الاعلانات في السودان فأهل السودان بعضهم يعني البعض ليس كل قال محمد بن عبدالرهاب ذاته ليه السودان قالوا بصودة في السعودية وما سلبنا منه يأتي حتى السودان نعم